يعني المسكنات أمر مهم جداً أحياناً لكنها عمرها ما بتحل مشاكل يعني ممكن تحللك دلوقتي مشكلة تمشي يومك تخليك تعرف تبدأ الموسم لكنها ما بتحلش مشاكل والزمالك مشاكله مشكلتها اللي ما بتحلهاش هي أنه طول الوقت شغال بمسكنات يعني اللي حصل النهاردة مثلاً من أنه رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس يروح يدي للعيبة كلها مكافآت الحصول على لقب الدوري مسكنات عشان اللعيبة دي كانت من يومين رفضة تتمرن عشان ما خدتش مكافآتها وعشان ما خدتش فلوس الموسم الجديد مسكنات اللعيبة تنزل تتمرن ويمكن تبدأ الموسم ويمكن أقرب مشكلة تعملها تكون بعيدة شوي لكنها مسكنات فهي مهمة لكنها ما بتحلش الأزمة لأنك هتبقى طول الوقت المستني بقى واحد زي ممدوح عباس يروح مديك فلوس فهي مسكنات الحملة اللي عاملها الزمالك بنجوم الزمالك السابقين مهمة بتاعت اتبرع لناديك لكنها مسكنات والحقيقة دي أنا لا ألوم عليها الإدارة لكنها مسكنات مش حل كامل أنا اللي أعيب عليها على مجلس دارة نيواتي الزمالك الحالي هو إن بدايته القوية الجريئة اللي ما كانتش فارق معهم فيها حد اتغيرت شوية بقت فيها شوية مسكنات بقت فيها شوية طبطبة والطبطبة ما تنفعش في الأوقات اللي زي دي أنت مهم جداً أو الميزة الوحيدة لكونك لجنة معينة لأنها كلها مساوئ فكرة أن يبقى في لجنة معينة مساوئ معناها تساوي عدم استقرار الميزة الوحيدة لأنك لجنة معينة أنك بتشتغل وإنت مش مفكر إلا في مصلحة النادي أنا جاي أقدم مهمة وأعملها مش فارق معايا بقى عضو جماعية عمومية متضايق ولا مدرب قافش ولا لعيب متضايق ولا حد متنشن أنا فارق معايا أن أنا أمر بالمرحلة دي فأخد قرارات ثورية تعرف تخلي المشاكل اللي موجودة في الجذور تتحل فدي المشكلة الوحيدة الحقيقية إنك ما بتاخدش قرارات ثورية يعني مثلاً عودة الكابتن قسامة نبيه النهار ده عاد هيعلن رسمياً كمان شوي غريبة أمر مهم قلناها لكم مبارح انفردنا بالقصة قلنا أن الكابتن قسامة نبيه سيعود لكنها لازم يبقى فيها توضيح أما اللي قاله الكابتن قسامة نبيه من يومين ده ببوست على الفيسبوك كتب فيه يعني فيه فضايح أنا توعدت وخدت والناس هجمتني والناس عملت واتصلت وما ردش وإدارت الكرة وبعدها الكابتن حسين لابيبتلع رد عليه بأنه ما بيتلويش دراعنا سبحان الله كل ده اختفى النهاردة بأنه فيه قعدة حصلته الكابتن قسامة نبيه راجع مش فاهم مهم جداً تشرحه للناس يا إما تبقى أنتوا ماشيين بمسكنات بتعدي اليوم بيومه ومش هتحل أزمات جاية وده ما كانتش بتعمله إدارة الزمالك الحالية اللجنة المعينة لكن على أي حال خدال شوية هيعلن الزمالك عودة الكابتن قسامة نبيه ليعاون مستر باتريس كارتيرون من جديد وبالمناسبة إدارة الزمالك تتجه لأنها تكتب بيان شكر للمهندس ممدوح عباس اللي النهاردة دعم لعبي الزمالك بمكافئات هتوجه له شكر غالباً ده اللي بيتقال دلوقت في مجلس الإدارة لأن احنا من وجهة نظرهم مش على رأسنا بطحة أي حد هيدعمنا سواء بقى عندنا مشاكل معاه ما عندناش مشاكل معاه هنشكره لأن احنا محتاجين الفلوس دي والزمالك بيمر بأزمة مادية حقيقية اشتركوا في القناة